أقرت لجنة التصعيد لتحقيق مطالب حضراموت بمديريات الساحل في اجتماعها بمدينة المكلة اليوم خطط وبرامج عملها وآلية تنفيذها مواكبة للخطوات الميدانية لتحقيق استحقاقات ومطالب حضراموت العامة والمشروع وأيضة اللجنة ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لرياسة الحلف المنعقد يوم الاثنين سبعة وعشرين أكتوبر الحالية من منطقة العليب بمدرية غيل بن يومين ومنها تحقيق الحكم الذاتي الذي يأتي انتصارا للإرادة الحرة للحضارم جميعا هذا وجددت اللجنة دعوتها لقيادات وكوادر مختلف هيئات مؤتمر حضراموت الجامع وأبناء حضراموت عام إلى التفاعل الاجابي مع انشطتها الميدانية بما يسهم في تحقيق استحقاقات ومطالب حضراموت الحادلة التي سين عم بها المواطن الحضرامي على أرض ترجمة نانسي قنقر